إذا شككت في إنسان وتخاف تعطيه وأنت تريد أن تعين هذا فماذا تصنع؟ قال أن ابن سبيل يحتاج إلى السفر ويريد مال حتى يشتريه وتذكره ورجوع إلى أهله وليس لديه مال ومنقطع وشكل حاجة فماذا تصنع؟ تذهب وتشتري له تذكره والحمد لله جاك إنسان وأتشق فيه أنه يريد المال للمخدرات مثلا فماذا تصنع؟ قال تعبان مريض واحتاج إلى طعام أعطني مما أعطاك الله ماذا تقول؟ تقول تعال أشتري لك طعام واللباس قال لا تعطيني ما لا تعطيه وهذا معروف أنه ما أراد إلا نسأل الله السلام عليك نفهم دق فقير على رجل غني من الأغنياء دق عليه الباب قال من؟ قال سائر قال انصرف قال سبحان الله اسمي إبراهيم لا ينصرف إلا إذا حلي باللامي أو أضف قال ابن مالك رحمه الله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يوظف أو يكو بعد الرد قال أنا إبراهيم ما يمكن لي أن أنصرف لأن إبراهيم ممنوع من الصرف قال لابد إذا حلي باللامي أو أضف تحلي أنصرف إلا فأنا باقي